السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكون بخير دايما بندور على شيء مميز ومختلف ويكون لذيذ وكمان الاهم من كل ده ان يكون موفر جدا جدا علشان كده النهاردة هنعمل البطاطس الشيبسي بطريقة مميزة ومختلفة تماما ومن حبيتين بطاطس بس هنعمل الكمية اللي انتو شايفينها دي واكتر كمان يلا بينا يا شاك بحضر المقادير واتخلي معي الفيديو بجليك اليمين وضعب معي الفيديو بالتفصيل هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحذير اول حاجة موجودة معي حبيتين من البطاطس بحجم متوسط غسلتهم كويس جدا وقشرتهم بالشكل اللي انت شايفين ده وهبتدي اقطعهم مكعبان تقدري طبعا تستخدم البطاطس بحكم كبير مفيش اي مشكلة بعد ما قطعت البطاطس بالشكل ده هضيفها فولة وتقدري هنا تضيفيها او تدخليها المايكرويف وتسيبيها تستوي كويس جدا او تسويها على البخار او حتى تسلقيها وتبدأي تصفيها من المياه اللي موجودة فيها كويس جدا ايا كانت الطريقة اللي هتسويها بيها المهم توصليها للمرحلة اللي انت شايفيها دي وما يكونش فيها ولا نقطة مياه بعد كده نزلت في الكابة بالبطاطس بالشكل الانت شايفي ده وضفت عليها معلقتين كبار من الخل مش اكتر من كده فرمتهم كويس جدا جدا لحد ما وصلت للشكل الانت شايفي ده وبقت عبارة عن معجون هبتدي افضي هنا معجون البطاطس في قلب البولة بالشكل الانت شايفي ده وبعد كده هضيف عليها نص كباية من النشا بشكل مبدئي لان هضيف نشا تاني وكمان نص كباية من الدقيق الابيض ورشة من الملح تقدر تستغني عن الدقيق الابيض بدقيق الرز لو موجود عندك لو مش موجود تقدر تستخدمي الدقيق الابيض عادي هقلب المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما احاول البطاطس والنشا والزقيق لعجينة ليينة او لعجينة طرية شوية وبعد كده هتأكد من نسبة لزوجة البطاطس وهشوف هي محتاجة كمان مواد جافة ولا لأ زي ما انتو شايفين بعد ما وصلت المرحلة دي لأ لسه بتلزق سنة مش المفروض انها هتكون بتلزق اطلاقها هضيف كمان نص كوباية من النشا وهبتدي اعجينها كويس جدا لحد العجينة بتاعتي او البطاطس ما تمتص كمية النشا كلها وتتحول لعجينة بالشكل انت شايفين ده كده خلاص عجينة البطاطس كويسة جدا مش بتلزق متماسكة ملمومة وكمان طرية ونعمة جدا بعد كده حضرت وراءة زبتة هبتدي افرد عليها وطبعا اديت لها رشة كويسة جدا من النشا مش الدي وهبتدي اقسم عجينة البطاطس اللي موجودة معي وهفردها كويس جدا جدا محتاجة صمك العجينة بتاعتي يكون تقريبا نص ميلي ويمكن اقل كمان ربع ميلي المهم ان كل ما كانت العجينة ارق او اخف النتيجة بتاعت البطاطس كانت افضل كتير جدا جدا طبعا مهمة جدا جدا كمية النشا اللي هتفرديها تحت عجينة البطاطس تكون كويسة علشان العجينة ما تلزقش معايك ورقة الزبتة او ايا كان السطح اللي هتفردي عليه افضل طبعا ورقة زبتة او المهم يكون فيه عازل ما بين الروخيمة والعجينة نفسها علشان ما تلزقش معايك وكمان على وش العجينة تكون كمية كويسة علشان النشابة ما تلزقش فيها فردتها بالشكل اللي انت شايفا ده الصمك اللي انت شايفا ده بالزبط وبعد كده حضرت اي قطع دقارية موجودة عندك وهبتدي اقطعها بالشكل اللي انت شايفا ده زي ما انت شايفا صمكها رفيع جدا ولو كان ارفع من كده كمان كان هيكون افضل كتير حضرت هنا البلانشا او الصنية اللي هتضيفي فيها البطاطس بتاعتك تكون طبعا مدهونة برضو دهنة خفيفة جدا من النشا علشان ما تلزقش وما تحطهمش كلهم فوق بعض خليهم بشكل منفرد بالشكل الانت شايفا ده احضر الكمية كلها بنفس الطريقة وبعد كده هبتدي اقليها هي هتتقلي على مرتين اتنين علشان ااخد القرمشة اللي شفتوها معايه في اول الفيديو ودلوقتي حضرت الزيت الزيت درجة حرارة تكون متوسطة ما يكونش صخنة اوي ولا كمان بردة درجة حرارة متوسطة هبتدي اضيف قطع البطاطس بالشكل ده وما اضيفش كمية كبيرة فقط بس على قد حجم القلاية بالشكل الانت شايفا ده اول بس ما ابتدي يسخن والبطاطس تطلع على وش الزيت من فوق هبتدي اشيلها وهسيبها لما تبرد تماما وبعد كده ابتدي اقليها للمرة التانية لو عاوزة تقليها على مرة واحدة فده هيخليها طرية شوية لو حابة تكون مقرمشة جدا جدا فضروري جدا انك تخرجيها الاول من الزيت وتسيبيها لما تبرد تماما وبعد كده تبدأ يتقليها للمرة التانية ده شكلها بعد ما خرجتها من الزيت ايدي كده الكمية كلها هسيبها تبرد خالص وبعد كده نحضر الزيت للمرة التانية وهبتدي انزل بالبطاطس بعد ما بردت تماما زي ما قلتلك وهسيبها على درجة حرارة فوق المتوسطة بشوية علشان البطاطس متاخدش لون غامق جدا جدا وهي لسه مدتنيش القرمشة اللي انا عاوزها وعلى درجة حرارة فوق المتوسطة بشوية هبتدي اقلب البطاطس بالشكل الانت شايفي ده علشان اتأكد ان كلها اخدت نفس اللون ومفيش حتة غامقة شوية وحتة فتحة او حتة تكون لسه طريق البطاطس غلاص خلصت دلوقت هشيلها من القلاية وهرفعها على منادي المطبخ او على مصفة علشان تنزل اي زيوت زيادة موجودة فيها وبنفس الطريقة اللي حطرتها معاكم هبتدي اخلص بقية الكمية الموجودة معايا من البطاطس زي ما انتو شايفين وقادي كده البطاطس بعد ما خلصت ارمشة سوبر سوبر ارمشة فضيعة بالطريقة سهلة وقسيطة وشيء ممتع ومختلف اتمنى فعلا تجربه في الخطوة اللي بعد كده نبتدي نحضر للطعم اللي هنطعم بالبطاطس عندي هنا في البولة معلقة كبيرة من طعم الجبنة ورشة من الزعطر تقدر تستخدمي اي طعم انت عاوزاه وبالمناسبة الاطعمة دلوقتي موجودة بشكل بغير كده عند البطارين ارمشة وقادي كده شكل البطاطس بعد التقديم طبعا حبيت البطاطس بغلفت بتعمل جبنة كويس جدا وعندنا هنا بقى للتقديم كاتشاب مايونيز مستردة ثومية او صوص جبنة تقدر تقدميها جنب اي صوص انت عايزيها تكون رائعة وممتازة جدا نسناك ما بين الوجبات هيلة جدا جدا وبس كده يا شابة الحد هنا الفيديو خلص ووصفتي كمان خلصت اتمنى من كل قلبك ان ترون اعجبتك لو اعجبتك ما تنسيش في الشير واللايك والسبسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ومتم امينين في احلى متابعين شكرا